أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد دالعاليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بخيار السلام العادل وشامل وفقاً لمرجعيات حل الأزمة اليمنية المتوافق عليها وقال الرئيس إن مجلس القيادة أعلن منذ اليوم الأول أنه مجلس السلام لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وكان الرئيس يتحدث في لوقاء موسع مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بحضور نواب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي ودكتور عبدالله العليمي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني وأشر رئيس مجلس القيادة إلى خروقات الميليشيات الحوثية واستمرارها في عرقلة الجهود الأممية والدولية للمضي قدماً في مسار السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني وقال إن الميليشيات ما زالت تغلق كافة الأبواب أمام جهود التهدئة وترسل رسائل تحدي في كل المناسبات حتى على طاولات المفاوضات في إشارة إلى حضور الوفد الحوثية المفاوض في الأردن بالبزات العسكرية المنتحلة أو المنتحلة وأعرب فخامة الرئيس عن أماله من المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني عن نزواتها الضيقة وذكر الرئيس سفراء الاتحاد الأوروبي بالمبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة الشرعية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد وقال إن مجلس القيادة يتعامل مع القضية الإنسانية في أنحاء اليمن على قدم المساواة سواء في المناطق المحررة أو تلك التي ترزح تحت هيمنة الميليشيات الحوثية التي تواصل ابتزاز العالم بآلام المواطنين وأضاف على سبيل المثال إن موافقتنا على اتفاقية ستوكولم بشأن الحديدة لم تحقق الأهداف المرجوة للشعب اليمني وأمن المنطقة مع رفض الميليشيات الحوثية لمطلب دفع رواتب الموظفين واستخدام الموانئ لأغراض عسكرية تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية وأكد الرئيس استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل تثبيت الهدنة والمساعي الحثيثة لتمديدها على أن يتم إلزام الميليشيات بالوفاء بتعاهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز والمدن الأخرى ودفع رواتب الموظفين وإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجونها في سجونها التي تفتقد لأدنى شروط القانون الدولي الإنساني وأثار ملف خزان صافر النفطي كدليل آخر لتفريط الميليشيات بكافة الفرص لتقليل كلفة الحرب التي تفرضها على الشعب اليمني للعام الثامن إضافة أن أربعة وأربعين مليون دولار جمعت من أجل إنهاء أزمة صافر وهي كفيلة بحلها لكن هذه الميليشيات لا تميز بين مصلحة عامة لليمنيين والإقليم وبين مصلحتها الخاصة وأشاد رئيس مجلس القيادة بالدعم السخي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعد ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن والإصلاحات التي يعمل عليها المجلس بمن في ذلك الجهود الرامية إلى السيطرة على أسعار الصرف وتحسين الخدمات وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب إعلان نقل السلطة وأحث الرئيس المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته إزاء الأعباء والتحديات الكبيرة التي يواجهها مجلس القيادة والحكومة الشرعية لتخفيف الأوضاع المعيشية ومكافحة الإرهاب والفساد كمدخل إنهام لتهيئة الظروف المناسبة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن من جانبه أعرب سفير الاتحاد الأوروبي جابرييل مونيرا عن تقدير دول الاتحاد للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في سبيل إنجاح الهدنة ودعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة لتجديدها وأكد في ناليس استمرار الدعم الأوروبي لمجلس القيادة في مختلف المجالات قائلا إن دول الاتحاد الأوروبي ستكون إلى جانب مجلس القيادة على طول الطريق في تعزيز جهوده الجارية لتحسين خدمة أو الخدمات ووضع الاقتصاد وحضور المرأة على مستوى صنع القرار وبناء السلام كما تحدث في اللقاء سفراء فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا والسويد والنرويج والمبعوث السويدي الخاص الذين أكدوا دعم بلدانهم للإصلاحات التي يقودها المجلس الرئاسي وأهمية استقرار السلطات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وأعرب السفراء الأوروبيون عن ارتياحهم بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية لما فيه وحدة واستقرار العمل الحكومي من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيث شعيبي ووزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك اشتركوا في القناة